ضمن جولة إفريقية شملت إثيوبيا والسودان قال وزير الخارجية الجزائري رمضان لمعامرة خلال زيارته إلى الخرطوم قال إن بلاده تسعى لمعالجة أزمة سد النهضة والدفع نحو فتح آفاق للتفاوض بحسب وسائل الإعلام السودانية فإن لعمامرة ناقش مع المسؤولين السودانيين أزمة سد النهضة وكيفية التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث كما بحث الوزير الجزائري أيضا نزعف تيل التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا من المقرر أن يلتقي لعمامرة في القاهرة بوزير الخارجية المصري سامح شكري مساعي الجزائر للتوسط في أزمة سد النهضة تعيد للأذهان محطات الوساطات الدولية التي شهدها الملف والتي كان مصيرها الفشل فهل تنجح الجزائر فيما فشلت فيه دول ومنظمات دولية؟ نتابع مع تزايد منسوب التوتر حول ملف سد النهضة دخلت أطراف خارجية على خط الأزمة ففي فبراير عام 2020 استضافت واشنطن إحدى حلقات التفاوض حول السد لكن إثيوبيا رفضت في نهاية عدة جولات الصيغة النهائية للاتفاق ووصفتها في كل مرة بغير المقبولة تدخلت موسكو بعد ذلك لتقدم عرضاً لمصر والسودان وإثيوبيا في يوليو 2020 لتقديم المساعدة الفنية وحثت على الانتهاء من تنسيق النهج بشكل عام على أساس القانون الدولي الاتحاد الأفريقي بدوره شرع في مفاوضات جديدة حول سد النهضة على أمل التوصل إلى تسوية لتنتهي الجولة بين الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان إلى فشل آخر الفشل مستمر حيث دع الاتحاد الأوروبي شهر فبراير عام 2021 إلى إعلان قبوله وساطة بشأن الملف بضالب من الحكومة السودانية لكن تلك الوساطة الجديدة لم تصل إلى النتائج المرجوة وفي مارس أعلنت الأمم المتحدة استعدادها لتقديم الدعم والمشاركة في عملية تفاوضية تقودها رباعية دولية بشأن أزمة السد للتوصل إلى اتفاق متوازن وملزم قانونياً وفي السادس من إبريل كتبت وساطة الاتحاد الأفريقي فصلاً جديداً من عدم التوافق بعد فشل الاجتماعات التي جرت في كنشاسة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة لم توقف مسلسل الوساطات فقد وافقت الجزائر على طلب إثيوبيا منها التوسط بشأن أزمة السد والحدود مع السودان وذلك بعد تنفيذها الملء الثاني للسد التي تعارضها القاهرة والخرطوم للمزيد من التفاصيل أرحب بضيفي من القاهرة عبر الأقمار الصناعية السفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أهلاً بك معنا في ألوان الشرق وعلى شاشة الشرق لليوم بحسب وسائل الإعلام المصرية تتحدث عن مبادرة جزائرية يحملها وزير خارجية الجزائر إلى القاهرة حول سد النهضة آتياً من السودان ما المتوقع أن تتضمن وما الدور الذي يمكن أن تقدمه الجزائر بداية؟ مساء الخير سيدتي وتحياتي لك وللإخوة المشاهدين وشكراً على الاستضافة الحقيقة أن الوساطة أو لنقل بدقة أن الجهد الجزائري المبزول حالياً نرجو أن يكون جهداً مختلفاً وأن يكون بناءاً وأن يكون قادراً على حالة الأزمة الموجودة حالياً وزير الخارجية الجزائري الذي يتولى الوزارة للمرة الثالثة وهو السيد رمطان العمامرة دبلوماسي مخضراً له باع طويل في الدبلوماسية الثنائية أو الدبلوماسية الدولية والأهم أن له علاقات وطيدة بأثيوبيا كونه عمل مفوضاً للسلم والأمن في الفترة من 2009 إلى 2013 في أديس أبابا وبالتالي هو ليس بعيداً عن أثيوبيا وحينما تولى منصب وزير الخارجية في خلال شهر يوليو الحالي في بداية الشهر قام بالاتصال مباشرةً بالسيد سامح شكري وزير الخارجية المصرية في مكالمة طويلة ويبدو أنه تم تبادل وجهات النظر بشأن سد النهضة لكن ليس هناك تشك في دور وزير الخارجية الجزائرية هناك مشكلة أخرى ساعة السفير رغم إعلان أثيوبيا منذ أيام عن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان برعاية الإتحاد الإفريقي المشكلة إلى أي مدى نجاح هذه المبادرة الجزائرية أو غيرها مرتبط بوجود إرادة سياسية لدى أثيوبيا وأن التعانق الإثيوبي هو العائق الأساسي أمام أي عملية تفاوضية كما شهدنا على أغرار كل المفاوضات والمبادرات التي مرت هذا صحيح تماما وأؤيدك فيه الوساطة الجزائرية أو المبادرة الجزائرية مبادرة مهمة مصر والسودان يستنفذان كل السبل الدبلوماسية الكرة الآن في الملعب الإثيوبي أثيوبيا بهذه الوساطة ترغب في أحد أمرين إما إحداث اختراق حقيقي في الأمر من خلال دولة عربية إفريقية لها علاقات وطيدة بمعظم دول جنوب السحراء ومعظم دول إفريقيا السمراء وهي الجزائر وإما أنها تريد تبييض صفحاتها والخروج بتصريح معين من السيد العمامرة بأنها أبدت مرونة وأن المشكلة في الطرفين المصري والسوداني أو أنها على الأقل تريد أن تبدو أمام العالم بأنها تبزل جهدا إلى أن يتم إقرار وضع قائم يكون فيه السد عصي على أي عمل عسكري أو أن يكون هناك صعوبة كبيرة في وجود أي بداء الأخرى وتكون مصر والسودان أمام الأمر الواقع ولا يكون لهما أي بداء الأخرى أنا أتصور أن إثيوبيا بهذا النهج تكاد تكون بتستنفذ كل المبادرات التي يمكن أن تطرح على الساحة الدولية سواء كانت مبادرات أممية أو إفريقية أو حتى وسطات من دول دور الغربي تضامن أو مراقب للمفاوضات ساعة السفير على ماذا تعاول القاهرة الآن بعد كل هذه الجهود المكتفة في التحرك الديبلوماسي على مختلف المستويات الإقليمية والدولية تم اللجوء إلى مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي أعطت القاهرة أيضا العديد من الفرص لإثيوبيا لماذا ستلجأ القاهرة الآن؟ القاهرة ما زال لديها بعض البدائل بدائل قانونية بدائل غير دبلوماسية أتصور أن الرسالة الواضحة التي أطلقها الرئيس السيسي في أستاذ القاهرة ومطالبا المصريين بقوة بعدم القلق تعني أن مصر الرسمية بأجهزتها ومؤسستها لديها بدائل ولديها سيناريوهات في الفترة القادمة التنسيق المصري السوداني هو عنصر هام وعنصر مستجد في خلال العام الماضي لم يكن موجودا في الأعوام التي قبل ذلك وبالتالي نحن نأمل أن يكون هناك خريط الطريق واضحة لدى المؤسسات المصرية والمؤسسات السودانية لمواجهة التعنت السوداني وصولا إلى التحكيم الدولي ووصولا إلى إلغاء الاتفاق الثلاثي اتفاق المبادئ أو وصولا إلى العمل الخشن الذي لا يمكن استبعاده أشكرك على هذه المداخلة لليوم كنت معنا من القاهرة السفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق شكرا جزيلا لك